اهلا وسهلا بكم في المحاضرة التعسعة من دورة تعليم برنامج اكسل في هذه المحاضرة رح ناخذ تطبيقات عملية على دالة F نفرض اني في مؤسسة وافرض ضريبة على المنتجات المصنوعة خارج العراق مثلا 10% فحتى احقق هذه الضريبة للمنتجات رح استخدم الدالة F مثلا اسم المنتج بلد الصنع الضريبة او السعر الضريبة السعر مع الضريبة اسم المنتج مثلا تلفاز LG بلد الصنع مثلا كوريا السعر 500 الضريبة رح نخلي البرنامج يحسبها بشكل اوتوماتيك والسعر مع الضريبة او السعر الكلي ممكن يكون بعد ناخذ منتج اخر مثلا دواء براسيتي مول بلد الصنع العراق السعر ألف مثلا هنا السعر ممكن ان يكون 500 ألف بعد ممكن انه اطارات سيارة بلد الصنع العراق السعر مثلا خمسين ألف بعد ممكن ان سيارة نيونداي بلد الانتاج كوريا السعر مثلا 10 مليون تمام حتى احسب الضريبة قلنا انه الضريبة رح تكون 10 بالمية في حال انه كان المنتج من خارج العراق طبعا اروح على الضريبة واروح على الدالة F من خلال صيغ منطقي F طبعا عدي ثلاثة خيارات لازم املئها بدقة حتى تطيني الضريبة بشكل دقيق رح افرض انه هذا المنتج هو عراقي يعني رح افرض انه المنتج من داخل العراق رح افرض فرضية احنا نوهنا بالمحاضرة السابقة انه نفرض فرضية من خلال الدالة F وهذه الفرضية نطبقها في حال انه اذا طبقت رح يسوينا البرنامج فتشي معين شرط معين واذا ما طبقت او ما تحقق ايضا رح يحقق شرط اخر هو يساوي العراق وطبعا مثل ما نوهنا قلنا ما يصير نكتب العراق بشكل مباشر انا كتبتها بس حتى ابينلكم انه ما يصير فنخلي علامتين اقتباس طبعا اللي هو شفته حرف ط اضغطها مرتين واكتب العراق يعني افرض انه هذا المنتج اللي هو بلد الصنع اللي هي اي اربعة هو من العراق رح افرض من العراق اذا كان هو من العراق وتحقق وفعلا هو من العراق رح يطيني الضريبة صفر ليه اش لان قلنا اذا المنتج عراقي ما بي ضريبة اما اذا كان المنتج مو عراقي رح اقل سعر اضربه في عشرة بالمية طبعا مثل ما نوهنا في المحاضرات السابقة قلنا انه انه اذا عدنا رقم معين رد ناخذ من عنده النسبة المئوية قلنا هذا الرقم نضربه في النسبة المئوية في مية بالمية يعني في مقدار النسبة المئوية في مية بالمية فقلنا مقدار الضريبة اشجاد عشرة بالمية نكتب في عشرة وبالمية اللي هي شفت ورقم خمسة بعديا موافق رح الاحظ انه البرنامج فرد ضريبة مقدارها خمسين الف على هذا التلفزيون وذلك لانه المنتج هو من خارج العراق يعني اذا اجي هنا انا اسوي هاندل رح الاحظ انه هنا الضريبة صفر ليش لان المنتج عراقي اجي اسوي هاندل هنا رح الاحظ انه الضريبة يساوي لصفر رح اسوي هاندل ليه الاخير رح الاحظ انه الضريبة مليون دينار على سيارة هونداي ليش هنا نفر الضريبة لانه هنا عندنا المنتج من كوريا من خارج العراق حتى احسب السعر الكلي اقول يساوي الضريبة زائدا السعر بدون ضريبة وموافق رح يطلع لي السعر الكلي اللي هو اسعار المنتجات طبعا هنا سعر المنتج بنفس السعر نفس شعر السعر الشركة وذلك لان المنتج عراقي بدون ضريبة هنا هذا المنتج رح يحصل على ضريبة طبعا هذا مثال متقدم على الدالة اف بنفس الوقت بسيط ورح ناخذ مثال اخر نفهم به هذه الدالة نقول مثلا الدرس الدرجة الحالة عربي انجليزي اسلامية فيزياء مثلا حاسوب عربي خمسين انجليزي ثلاثين اسلامية ثمانين فيزياء ستة وستين حاسوب سبعة وسبعين اريد اعرف انه هذا الدرس او هذا الطالب حقق حالة النجاح في هذا الدرس ام لا طبعا اطبق الدالة اروح احدد الخلية اللي اريد افرض بها الفرضية واطبق بها الدالة واروح على صياغ واجي على منطقي واجي على اف طبعا عندي ثلاثة خيارات طبعا هذه الخيارات لازم اعمليها بدقة حتى تطلع عندي نتيجة بشكل صحيح هنا افرض انه ناجح اقول اذا كانت درجة هذا الطالب طبعا في هذا الدرس واغير انجليزي لازم انتبه انه لغة انجليزي واظغط على اكبر من اكبر من هنا في هذه الحالة اللي هي شفته رقم زاي بالعربي بعدها خمسين اذا كان اكبر من خمسين ناجح رح يكون ناجح ارجع عربي اكتب ناجح واذا لا يعني اقل من خمسين رح يكون راسب موافق طبعا رح يطينا هذا الطالب ناجح بينما انه هنانا عندي خمسين خمسين ناجح السبب هو انا اتعمدت انه اكتب هذا الخلل حتى تفتهمون الفكرة السبب انه انا قبل شوية كتبت هذا الطالب اكبر من خمسين يعني خمسين هي اصغر من النتيجة اللي انا كتبتها فاكيد رح يكون راسب فحتى يتحقق الشرط لازم اكتب اكبر او يساوي خمسين فاقول اذا كانت درجة الطالب او اغير انجليزي اكبر اكبر او يساوي خمسين راح يكون النتيجة ناجح طبعا اغير انجليزي اقول ناجح واذا لا راح يكون راسب طبعا هسا ممكن واحد يسأل يقول انت قبل شوية نوهتنا قلت انه لازم بالشرط نكتب الشرط بين علامتين اقتباس شفت وطا نعم نكتب علامتين اقتباس اذا كان عندنا نص اما اذا كان عندنا رقم لازم نكتبه بشكل مباشر يعني اذا كان نص النص ينكتب لازم بين علامتين اقتباس شفت وطا اوكي اما بالارقام في حالة الارقام الارقام تكتب بشكل مباشر بدون علامتين اقتباس بعدها موافق راح يطيني الطالب ناجح لما اجي اسوي هنا هاندل راح يطيني هنا ناجح راسب وهكذا طبعا الدالة F دالة بسيطة وسهلة وتوجد الكثير من الامثلة والكثير من التطبيقات الخاصة بهذه الدالة وان شاء الله في المحاضرات القادمة راح نطيكم امثلة دقيقة واحترافية وراح توصل لكم الفكرة بشكل دقيق وبسيط ان شاء الله طبعا اتمنى انه اللي ما فهم هاي الدالة يعيد هذه المحاضرة اللي هي التاسعة والمحاضرة الثامنة يعيدهن مرة ومرتين وثلاثة الى ان يفهم هذه الدالة واذا ما فهمتوهن يعني من خلال المحاضرة الثامنة والمحاضرة التاسعة وما فهمتو الدالة الدالة F ممكن انه انا اوعدكم ومستعد يعني ان امطيكم وعد انه راح تفهموها ان شاء الله بالمحاضرات القادمة اللي راح اكثر الامثلة والتطبيقات الخاصة بالدالة F حتى توصل الفكرة نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى